فرصة أخرى للعالم لمحاولة إنقاذ كوكب الأرض من مخاطر التغير المناخي تلك التي تمنحها قمة كوب 26 والتي تستضيفها مدينة بلاسكول سكوتلندية قمة تستمر إلى غاية الثاني عشر من نوفمبر 22 وتشارك فيها وفود من مئتي دولة الأمم المتحدة التي تنظم القمة حذرت من أن التغير المناخي أصبحت تهديد الأكبر الذي يواجه العالم سواء من حيث تأثيره على البيئة والطبيعة أو من حيث تداعياته الاجتماعية والاقتصادية المتفائلون يتوقعون من قمة غلاسكو التحول من تقديم الوعود بخفض الانبعاثات إلى اتخاذ إجراءات فعلية على أرض الواقع إضافة إلى رصد إطار زمني محدد لتنفيذ هذه الإجراءات كما يتوقع خبراء من كل الدول المشاركة في القمة نشر أهداف محددة وبمواعد واضحة للحد من التغير المناخي إضافة إلى طرق تحقيق هذه الأهداف القمة قد تخرج أيضا بسياسات واضحة لتحفيز الحكومات التي لم تكثف جهودها للحد من الاحتباس الحراري وخفضا عالميا لحرارة الكوكب بمعدل درجتين مئويتين كما ستطرح القمة تسعير انبعاثات الكربون وهي خطة قد تدفع الدول الصناعية كالولايات المتحدة والصين إلى تمويل مشروعات نظيفة في الدول النامية مقابل الاستمرار في مشاريعها الصناعية كثيفة الانبعاثات من جهة أخرى تنتظر الدول النامية من القمة الخروج بتوصيات لدفع الدول الصناعية إلى تقديم تعويضات مالية عن الحرائق والزلازل والفيضانات التي عانت منها هذه الدول حتى ترى أن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشاريع الصناعية في الدول الغنية هي السبب الرئيس لهذه الكوارث وفي الوقت الذي يأمل فيه الخبراء بنتائج إيجابية من القمة من المتوقع أيضا أن تشهد مظاهرات أمام مقر المؤتمر حيث يرى نشطاء أن وعود قادة وزعماء دول العالم محتشمة وغير كافية لمواجهة خطر التغيير المناخي حيث يطالبونهم بوضع صحة الكوكب أولوية بدل الربح المالي والنمو الاقتصادي